السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعتنا اليوم الأربعة تسعة أب أغسطس في القمر الآن موجود في برج الثور الساعة واحدة وأربعة دقائق من بعد الظهر رح ينتقل القمر لبرج الجوزاء ورح يظل في الجوزاء لحتى مساء يوم الجمعة طبعا القمر بما أنه موجود في برج الثور لغاية ساعات الظهر أو بعد الظهر تقريبا فنظل بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار أو شراء عقار ما أو الاهتمام بالعقارات وقضاياها وقضاء وقت ممتع بالبيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الظهرة وهاي رح تكون الساعة 12 و20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبرضو بيصير في عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية فعشان هيك بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الأشخاص الآخرين أو اللي بنتعامل معهم دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفة أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية الساعة 10.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 10.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11.4 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينج لينتقل القمر بعدها إلى برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تتشكل ذروتها ما هي من الزوايا البطيئة رح تتشكل الذروة في فترة خلو المسار هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين أورانوس طبعا هاي زاوية كانت قبل هالمرة اللي هي تقريبا قبل أسبوعين والآن رجعت مرة ثانية رح تتشكل لأنه الزهرة بتتراجع وبعدين لما ترجع الزهرة للحركة الأمامية برضو رح تتشكل مرة ثالثة هاي الزاوية طبعا تأثيراتها بدأت من يوم خمسة ثمانية ورح تستمر ليوم ثلاثة عشر ثمانية ذروتها اليوم الساعة 11 وثمان دقائق قبل الزهر يعني في فترة خلو المسار هاي الزاوية بتخلق لدينا التصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبالدل على أن هاي الفترة فترة غير مناسبة لطرح الإنتاجات الفنية إلى الأسواق لأنها ممكن تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما تتعرض للحضر كما يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لأن احتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث برضو بتفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى سلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأن المسائل اللي إلها علاقة بالبنوك أو المؤسسات المالية ممكن تتعرض لتراجع مفاجئ بالمداخل طبعا بعد ما ينتهي خلو المسار الساعة واحدة وأربع دقائق بعد ظهر القمر خلاص بيكون انتقل واستقر في برج الجوزاء عشان هيك من ساعات ما بعد الظهر مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبغسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وأربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج فمن واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا إننا نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة وبرضو بتخلينا متقلبين غير راضين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآب أيضا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتظل هاي الساعات لغاية ساعات الظهر تقريبا بتحمل معها فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم وبرضو بتعالجوا استحقاق مالي وزيادة في المصاريف خلال هذا اليوم رح تكون أوصار في الأموال انتبهوا على أموالكم من النصابين ومن المحتالين أيضا أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في أمورها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء تكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي من الآن ولغاية ساعات الظهر لأجواء جيدة على مستوى التدعيم الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية أما من ساعات الظهر وما بعد بتصير الفترة هاي بتحمل معها فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا في الاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنه تتشجعوا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بظل الجو ضاغط لغاية ساعات الظهر لأنه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبتظل هاي الساعات بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاول انكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وحاولوا ما تتخذوا قرارات وما تعصبوا أما من ساعات الظهر وما بعد بصير في ثقة بالنفس أكثر بعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الفترة هاي بتصير جيدة للأيام القادمة وداعم لإلك بقوة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الظهر تقريبا ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجقكم أحدهم بالتصرفاته أو طلباته وممكن يكون في عندكم مناسبة أو لقاء أو اتصال أو مفاجأة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا فيطلب منكم الفترة هاي عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل عاجل ومتراكم دون إهمال صحتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بتظل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن بتكونوا تحافظوا على تصرفاتكم وسلوككم وسمعتكم من بعض الضغوطات أما من ساعات الظهر وما بعد بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته يعني الأجواب تصير جيدة بشكل ما على المستوى الاجتماعي وعلاقاتكم مع الأصدقاء وممكن يكون عندكم مناسبة سعيدة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتظل النشاط بالاتصالات البعيدة أو مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الاتصالات ككل والسفريات هي الطاغية في هذه الفترة عليكم بشكل كبير وبتزداد رغبتكم أيضاً في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم أما من ساعات الظهر وما بعد بصير هذا الوقت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي أيضاً ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً هاي الفترة بتحمل فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض لغاية ساعات الظهر ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنكم تنتبهوا على أموالكم وما الدينوا حد فلوس وانتبهوا من النصابين والمحتالين ممكن يطرأ حدث عائلي يلفت انتباهك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية كثير وبشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتظل الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم وأيضاً ممكن يكون في مصالحة أو مواجهة ما بينك وبين شريك المال أو العاطفة الأهم إذا صار أي شيء بيستفزك حاول أنك تضبط عصابك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بصير في نوع من أنواع التغيير للأوضاع بتمنحك برصة لمكسب مالي إلى وصلها بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتظل بحاجة للرعاية يعني حاول أنك اليوم تراقب الوضع المالي بشكل جيد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة عالية جداً اليوم على إنجاز الكثير من أعمالكم لغاية ساعات الظهر نظموا جدول غذاكم وخذوا قسط كافي من الراحة الأجواء بظل مركزي على العمل وعلى الصحة وعلى علاقاتكم في مجال العمل وبرضو مع الزملاء طبعاً على حسب حق الإختصاصك إذا كنت ست بيت معناته عندك أعمال كثيرة وممكن تشعري بالإرهاق أما من ساعات الظهر وما بعد هنا الجو بصير مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكت حاذروا من الإنفعلات لأنه بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها إذا فقد أعصابك برج الجدي بتظل الأجواء جيدة لغاية ساعات الظهر في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو حتى التقرب من الأحبة الأجواء جيدة على مستوى الحب والغرام والترفيه وممارسة الهوايات أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بصير التركيز على العمل بشكل كبير فعشان هيك رغم تراكم العمل اللي عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بدك تنتبهوا لغذائكم ولصحتكم ولراحتكم أيضا وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية واعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحصد النجاح والأرباح برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لغاية ساعات الظهر وبرضو ممكن يظهر حدث طارق عائلي أو عطل منزلي يلفت انتباهك واهتمامك وابعد عن المشاكل العائلية قدر الإمكان واضبط أعصابك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواي ما بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات وأمور إلها علاقة بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية لغاية ساعات الصباح وبضل هاي الفترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو لتعامل مع الإخوة مع الجيران لأجواء جيدة وداعمة بقوة ورح يكون فيه كثير من المزايا لأنه عندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع عالي جدا أما من ساعات الظهر بعد انتهاء خلو المسار هنا التركيز رح يصير على البيت وعلى العائلة فبوسعكم وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بس لا تسمح لعواطفك أنها تأثر عليك وعلى سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعج هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر